فلهذا نقول لأهلي وإخوتي أبنائي وبناتي وأخواتي ومهاتي في بلادنا الفرج مقبل والله الفرج مقبل أقسم بالله أني أراه أمامي كما أرى من يجلس الآن أمامي الفرج مقبل ولكن لا يأتي هذا الفرج نحن بحاجة إلى قلوب تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى واثقة به متخلية عن أي توقع من أحد لن ينفعنا أحد لا شرق ولا غرب ولا صاحب ولا عدو لا ينفعنا أحد ولا يضرنا أحد نلتجئ إليه وقلوبنا مفتقرة إليه وقد غسلت تعلقها بكل من دونه هذا الأمر الأول الأمر الثاني دعونا نتوجه نحو معالجة قلوبنا بالمحبة بتجاوز الأحقاد والكراهية لا تصغوا لأي أحد يخاطبكم بكراهية أي أحد يقول لكم اكرهوا فلان أو يحرضكم الجهة الفلانية عدو الجهة الفلانية كذا الجهة الفلانية كذا سواء كان بسبب سياسي أو بسبب سلالي نسبي سواء كان هاشمي أو قحطاني أو أقيال أو شيء من هذا الكلام الفارق أو يحرضونكم على أساس جهوي شمالي أو جنوبي أو شمال الشمال أو أهل المناطق الوسطى مناطقي أي أحد يحرضكم على أساس ديني طائفي سنة شيعة زيود شوافع أي أحد يحرضكم على أساس قبلي أي خطاب تحريضي تشعر عند الاستماع إليه أن قلبك يظلم بظلمة الكراهية أنك يمكن أن تخرج من البيت فتنظر إلى أخيك تنظرين إلى أختك التي تعرفينها من سنين جارة نظرة كراهية لا تستمع إلى هذا الخطاب والله هو باطل ولو استشهد بألف حديث نبوي لو استشهد بمئة آية قرآنية يكذب أو يخطئ لا الآية ولا الحديث تقول لنا هذا هو محاولة لتوظيف الآية والحديث في غير ما جاءت فيه لا يمكن أن هناك دين يحملنا على تباغض لا يمكن أن تكون وطنية تحملنا على تباغض لا يمكن أي صورة سليمة لأي انتماء سليم تجعلنا نبغض بعضنا البعض أي شيء من ذلك إما أن يكون منطلق باطل أو فهم باطل لمنطلق صحيح